أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان حزب الله الأكثرية يحتم تغييرا في الأداء السياسي تصبح بموجبها الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحربي وفي السياسة الخارجية وقال جعجع أن حزبه يعتزم العمل على إعادة القرار الاستراتيجي كله إلى الدولة اللبنانية ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني وأضاف لا يمكن لأحد أن يقدم على حرب تموز 2006 جديدة أو أن ينقل صواريخ من مكان إلى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني في إشارة إلى حزب الله ويدافع حزب الله المدعوم من طهران عن سلاحه ويقول أنه لمواجهة إسرائيل التي خاض معها صيف 2006 حربا مدمرة لكن خصومه يتهمونه باستخدامها للترهيب في الداخل والتحكم بقرار السلم والحرب في البلاد وتدخل في نزاعات المنطقة معكر صفو علاقات لبنان الخارجية خصوصا مع دول الخليج التي كانت تعد من أبرز داعمي لبنان من بعد 17-20-2019 ما بيجوز تكفي الممارسة مثل ما كان أكيد أي مرشح لرئيس المجلس إذا بدوا ننتخبه بدوا يكون عم بيشتغل معنا مشين تنرجع القرار الستراتيجي كله للدولة اللبنانية السياسة الخارجية ما بقعد حدا له حق يروح فوق السقف حطته الدولة اللبنانية والقرار الأمن والعسكري يكون مع الجيش اللبنانية